الحية عن الدولار وعن تزبزب سعره وعن بيع الأصول خلوني أرحب بضفتي على سكايب الدكتورة ليال منصور متخصصة بالاقتصاد النقدي وتحديدا الدولرة دكتورة ليال أهلا بك معنا في إيه الحكاية أهلا بك وأهلا بك للمشاهدين مساء الخير مساء النور يا دكتورة أهلا بك معنا الدكتورة هو ملف كبير وصعب شوية هنحاول أننا نفسره واحدة وحدة أنا لسه حالا كنت بتكلم عن أن في زبزبة بدأت تحدث في سعر الصرف في مصر رغم أن الدولة بتقوم باللي بنسميه التعويم المدارع عشان تحاول أنها تحافظ على السعر وتثبته طول الوقت لكن دايما بتحصل لخبطة التعويم عندنا أسرع من الدورة الطبيعية لفكرة التعويم يعني حسب ما أعرف أن التعويم المفروض بيحصل كل خمس سنين تقريبا لو الدولة بتعمل بالتعويم عندنا لأ بمعدل كل سنة كل سنة ونص بنلاقي طفرة كده ونطة وقفزة حصلت في الدولار تفسير ده إيه وفكرة تفضل نعرف ده الأول أول شي بحب أضح أنه رسمياً مصنفة مصر مع IAF في صندوق النقب الدولي أنه عملتها هي متعومة هذا رسمياً أنه هي دي جوري منسميها رسمياً أما بالتطبيق اللي نتسميه دي فاكتو بالتطبيق مثل ما ذكرتها هي ما ناكله لأت عم تكون متعومة ولكن في تدخلات مصر المركزة لحتى تثبتها وهتى الدخلات بدينا قال ليش هالتدخلات ما عم تستمر تكون ثابت لأنه كتير مهم نعرف أنه في كتير عوامل بتخلي السعر الصرف يكثر حاجز السبات ويكون بده يتغير بده يعبر دايماً أكتر فينا نقول أكتر معيار فاريب الاقتصادي يعبر عن حالة اقتصادية إن كان عوامل خارجية مثلاً تضخم خارجي إن كان مخاوف خارجية أو تضخم داخلي أو أي مخاوف أو أي مشاكل اقتصادية دايماً هذا الشيء يعبر فيه السعر الصرف وخاصة الثقة لأنه ثقة المستثمرين وسقة اللي بتعاملوا بالعملة كلها مرتبطة بالتوقعات المستقبلية واستقرار السعر والسياسات هذه هي كمان الثقة اللي عم بيصير إنه أول شغلتين عنا إيهون فيه خروج الدولارات أكتر ما فيه دخول الدولارات لحتى بتقدر العملة تكون ثابتة ويكتفي بط المركزي بثبات العملة والخروج الدولارات أو ممكن تكون من خلل بالميزان التجاري أو بالاستثمارات اللي عم تهرب لأنه صحيح الفائدة الفائدة بمصر مرتفعة بس الفائدة لما بتكون مرتفعة جداً بتمنع الاستثمارات تاخد كروض وتقدر تتمول استثماراتها والفائدة لما بتكون مرتفعة هيدا تدل أن الصحة الاقتصادية غير جيدة لأنه ارتفاع الفائدة هو بدل مخاطر فإذاً مثل ما ذكرت من شوال الاستثمارات بتروح على بلد ممكن في استقرار أكثر وأهم شي بأنه المصر جداً جداً مقترضة بالعملة الأجنبية كروضها مدولرة وهي تعتبر الكروض المدولرة من أخطر العوامل الاقتصادية يلي بالاقتصاد بنسميه أوريجينال سن يعني يا دكتور يعني إيه كروض مدولرة ما احنا بناخد بالدولار أكيد وبنرد بالدولار وفاقيه الأن font enough لاكثبت بالبعاً لأنه عادة عادة عند زمان الدولة تستطيع ق three to cut red من خلال الصناديات بالعملة الوطنية يعني أما لما البلد تبا did not capitBL عملة الأجنبية هنا بدأت لمرحلة الخطر أول شي العملة الأجنبية من الصعب أنه البلد �تسيطر بالعملة الأجنبية لأنهletter is not咬 a hit ولم يتبغي تكتظج هذه العلملة الأجنبية فبقال ي patомуóc ينتج لازم عنده اقتصاد يجيب 될 الأجنبية من خلال السياحة ومن خلال الصادرات ومن خلال الاستثمارات وهذا بيطلق شغل كتير فنهيك لو كان هيدا البلد عم يثبت العملة فصار عنده طلبين للدولار طلب لحتى يسد الكروض الأجنبية وطلب لحتى يحافظ على مستوى مستوى سعر الصرف غير انه الكروض الأجنبية بكل دول العالم بدت تمس بسيادة البلد فبمعنى تاني اي دولة اجنبية خارجية ممكن تدخل بسياسات ان كانت سياسات وطنية او سياسات نقدية وضعبية في البلد لانها مديونة بالعملة الاجنبية انا بسألك سؤال حدا منكم سمع انه اليابان رح تنهار وعلى هاوية على هاوية الحافة الهاوية وانه حيكون فيه معشكل وازمة اقتصادية حدا منكم سمع شيء عن اليابان لا طبعا كده نحن منسميها كوبها باليابان علما انه اليابان اكتر بلد مديون بالعالم ونسبة الدين تفوق ناتج القومي 200 بالمئة طيب ليش بسمعنا انه منهارة او رح تنهار او يابان بخطر لانه كل الدين بالعملة الوطنية وليست بالعملة الاجنبية اما مجرد ما البلد يكون يكون كروض تخطط الاربعين بالمئة والخمسين بالمئة من ناتج القومي وخاصة في غير طرق الحسبان اللي هو طرق مثلا اديش الكروض تفوق عن نسبة احتياطيات بنك المركزي فهون بنقول انه لا يوجد دولارات كافي بالبلد فبالتالي التوازن كيف بدي يروح بدي يروح بالانهيار العملة دائما الخلال سيعبر بيعبر فيه العملة اذا ما عبرنا فيه بالعملة بدي يكون البلد عم بيخبه هيدا التعبير من خلال يتضخد دولارات ويسبك العملة اذا ما في عنك فيه دولارات لانتبت العملة هنترك العملة تعبر عن المخاطر عشان هيك منشوف العملة عم تنهار وبترتفع لكه طيب معلش يا دكتورة يعني استحمليني انا بس عشان اكون فهمه صحي والمعلومه توصل بشكل صحيح اليابان ما عندهاش المشكله اللي موجوده في مصر مثلا لانها بتقترد بعملتها المحليه طيب النهاردة لو الدوله في مصر الحكومه المصريه قررت انها تقوم بنفس الشيء وتقترد بعملتها المحليه ما هي طبعا بس هي مش هتقدر تستورد بالعملة المحليه انا استفدت ايه لما اقتردت بالجنيه المصري وانا كل شيء محتاجه مضطر ان انا ادفع ثمنه بالدولار مصبوط عشان هيك انا كنت عم بقول انه الخلل التجاري بلعب دوري كتير سيء بانه مضطر يكون في عنده دولارات فلهيك هيدول البلدان يلي يلي بضطرها تدفع كتير دولارات بالاستيراد لازم تكون عنده بيئة اقتصادية بيئة اقتصادية حاضنة للاستثمارات الاجنبية ولما بقول انا بيئة حاضنة للاستثمارات الاجنبية بدا تكون شامل كل شيء يعني شامل القضاء شامل القوانين شامل الشفافية والحوكمة اه شامل الاستقرار الامني مش بس سياسات اقتصادية وطبعا لازم يكون فيه سياسات اقتصادية كتير واضحة مستقبلية واهم من كل هيدا شيء هو استقرار السعر لانه اي استثمار مهما كان صغير هم الاستثمار هو يكون عنده مستقبل ضامن مستقبل مضمون ولو كان مستقبل على اصير الاماد يعني انه فيه خطة اقتصادية وما تكون الخطة الاقتصادية يوم بيوم فقط وما تكون الخطة اقتصادية عبارة انه انا بتدين حتى ادفع الكروض متل ما عم بيصير للاسف بمصر عم بتدينوا كروض جديدة ليدفعوا كروض قديمة هلأ في شغلة متل ما ذكرت انه مصر بحاجة لتدفع دولارات لانه تستورد من الخارج هلأ اذا كانت هالدولار اذا اخدت كروض بالدولار واستثمارتهم بانتاجية يعني استثمارتهم بمشاريع منتجة او مشاريع بستقتل دولارات اكتر بيكون هيدا بيكون الانتاج بنفسه عم بيغطي الدولارات اللي بديانتهم كمان النفق بتلعب دور عشان هيك نقول احنا المالية العام كتير مهمة اذا انا اخدت كروض ونفقتهم بنفقات ملا نفقات حقيقية يعني ملا نفقات بتقدي الى انتاج وجلب فلوس ونتج قومي كون انا من الصعب استردهم وبكون انا عم ساهم الى انهيار العملة اكتر واكتر فكمان خيار الكروض يعني بدي اقولك شغلة كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية اخدت كرد كتير كبير من صندوق نقد الدولي بالتمانينات اخدت كرد كتير كبير من اكبر الكروض اللي اتخذت بالبلاد بهذا الفترة بس سدت هالكروض بعشرة او 11 سنة بعشرة او 11 سنة سدت الكروض لصندوق نقد الدولي لان استثمرت هذه الكروض بالانتاج بالمصانع بالشركات وعملت هي تحسينات بالسياسة المالية فهي فكرة الكروض بحد ذاتها اذا فاقت وزادت ودامت بتكون خطرة اذا استعملت بطريقة جيدة ممكن نقول لا تفوقنا هيدا الخطر احنا في مرحلة ايه دكتور الديون الخارجية لمصر واللي تجاوزت ال 168 مليار تخلينا في انهو اتجاه لكن لكن في معيار ممكن نقيس نحنا اذا نسبه دولر الكروض هي مرتفعة جدا او لا عادة من قيس قديش في عنا كروض بالعملة قديش في عنا احتياطيات ببنك المركزي نسبة للكروض بعملة الاجنبية تقريبا من حوالي عشر سنين كانت النسبة بالخمسين بالمية يعني كان في عنا احتياطيات على الكروض بالعملة الاجنبية بالخمسين بالمية اليوم بالالفين تلاتة وعشرين وعشرين نزلت الى عشرين بالمية يعني في عنا احتياطيات بتغطي بس عشرين بالمية من الكروض الاجنبية وهيدي الرقم هو رقم مخيف بس انا بدي اقول شغلي بدي اقول نقطة لانا ما بدي اكون بس عم بحكي بطريقة سلبية لانه بحب كمين طمين من ناحية شوية المواطن في نوعين من الدولرة في دولرة الشعب ودولرة الحكومة دولرة الشعب هو اذا بيستعمل العملة يوميا عملة اجنبية او اذا مثلا بياخد قروض من المصارف بالعملة الاجنبية وانا بحب اقول ان الحمدلله مصر ليست لا تعتبر مدولرة نسبة الدولرة بالتعامل او بالبنوك دولة مصر مش مدولرة شعبيا صح اه لكن حكوميا قصة تاني صح بس هيدا اللي حامل مصر من انهيار اول ما اقلو اخر على فكرة يعني بيخلي مصر لغاية الان عم بيقتر شوية يمشي بانه الدولرة هي دولرة الحكومة وطبعا دولة الحكومة بتأثر اقل فيه بسعر الصرف اللي بيأثر على المعيشة والكوة الشرائية بس اللي فرق فعلا بين دولرة الحكومة ودولة الشعب هو مثل حالة لبنان لبنان مدولة فينا نقول الاجنبية كلهم المستهلك كل المواطن هو مدولة فهو هاد اللي ادى الى ازمة جدا جدا شديدة طالما مصر مقطعة كروض مصرفية بالدولار طالما هي عندها ناحية محمية ولكن ناحية تانية يعني ناحية المصارف محمية ولكن ناحية تسار الصرف لأ ناحية تسار الصرف متتأثر جدا بكروض الحكومة اللي هي بالعملة بالعملة الاجنبية هل فكرة الدولرة والاقتراض الحكومي الكبير ده يكون دي علاقة مباشرة بفكرة التضخم رغم ان الحكومة بتحاول ان هي تعمل تتبع كل الاساليب الاقتصادية الممكنه للقضاء على التضخم لكن الحقيقه هو بينخفض على الورق مبنشوفوش على ارض الواقع فهل ده لي علاقه بفكرة الدولرة اللي احنا فيها برده؟ السؤال كتير حالي على فكرة العلاقه رحقلك هي من اي نوع العلاقه عادة عادة ايزا لا نحكينا عن دولرة المواطن مواطن قبل ما احكي عن دولرة الحكومة لما منحكي عن دولرة المواطن عادة بيلجأ الى عملة اجنبية لانه بيعتيج عملة الاجنبية ماله بتنهار متل ما بتنهار العملة الوطنية وعلى فكرة هيدا اللي سبه بيكون فيه بمصر لفترة طويلة سعرين من الدولار لانه كان فيه عطش يعني الشعب المصري عطشان إلى الدولار فكان عم يروح إلى السوق السوداء ولو كان في فرق يعني كان عنده هلعوش لأنه عنده إيمان أكتر بالعملة الأجنبية لغاية ما المصارف خضعت إلى سعر الحقيقي ورفعت سعر المصارف خضعت للحقيقة لأنه عارفت أنه بالنهاية المواطن يعني بدوا سعر الحقيقي للدولار. هلأ الكرود الأجنبية عادة الكرود الأجنبية مش قصة لها علاقة بالتضخم. دايما التضخم بالدولار لو أدمر تفعل التضخم بالدولار هو أوطى من التضخم بمصر وشايفين الفرق بالفائدة فائدة بمصر تفوق 20% وما بين الفائدة بأمريكا هي 5.5% والفرق الفائدة هو التضخم والمخاطر. المخاطر اللي بتجي من وراء التضخم. هو هذا الفرق بين الفائدة من بلد إلى آخر. الدولة إذا نعتبر أن الحكومة تدين بالعملة الأجنبية لأنه ما بقى تقدر تدين بالعملة الوطنية أو لأنه بس أنا هوني بدي يكون شوية عندي فكر الشرير. وهو مثلا أو ممكن مثلا الحكومة تعمل عقود وصارت على فكرة بالمصر مثل ما صارت بلبنان. تجي بتقول أنا بدي أدين بالدولار ولكن أنا حردلك الكرود بالجنيه المصري أو بالليرة لبنانية. هيدا مخاطر. هيدا شي كتير خطر. ليش؟ لأنه أنا إذا عملت هيدا الشي بسنة الـ 2023 مثلا وجيت أنا قلت بدي أخذ الكرود بالدولار عشان أنا أغزي الدولار عندي وبعد خمس سنين رح تاخدوا مصريكم كلها ولكن بالعملة الوطنية بعد خمس سنين لما بيستحق علي أني أسدد الفلوس من مصلحتي أنا كحكومة أني أخلي يكون فيه انهيار بالعملة لحتى لما أسد بالعملة الوطنية أدفعكم أرخص بكتير. فبتكون بهيد الحالة ربحة الحكومة قانونيا ما فيكم تلاقي الحكومة وبيكون المواطن انضحك عليه وأخذ استرج فلوسه ولكن بكوة شرائية أقل. كمان ممكن هيد الحالات تتصير عم تتصير حاليا بمصر وصارت بلبنان قبل الأزمة. بيكون البلد عطشان كتير لعملة أجنبية بحاول يعمل مساوم بين العملة الأجنبية والوطنية. وكمان طبعا أن حكون كتير وقعي الكروض الأزنبية هي نوع من أنه تكون فيه تدخل سياسي. السندوق الدولي والبنك الدولي ومساعدات الأنية أوروبيان أو الكميسيون أوروبيان. أوقات بيحبوا يعطوا كروض بالعملة الأجنبية ولكن بيحطوا الشروط. وأنا كنت شخصيا موجودة باجتماع الكميسيون أوروبيان. فتعطي كروض للبنان. كنت أنا عمثل وقتا ويزارة العمل في لبنان. وشفت كيف أنه حتى يعطوا الكروض كنا عم يعطوا شروط سيادية. نوع أنه تجنيس الفلسطينيين في لبنان وتجنيس. يعني هذا الحكي كنت في 2012. فالكروض الأجنبية تمنح القدرة أنه نتدخل بالسياسة وبالسيادة. وصلت الفكرة تماما يا دكتورة. بس عايزة بعيدا عن الدولارة وعن التضخم. هسأل حضرتك سؤال. سؤال بيهم المصريين والمصريات تحديدا. الدهب النهاردة بيسجل أرقام مرتفعة جدا. وده طبعا ليه بعدين. بعد عالمي. ده هي بورسة الدهب المرتفعة. واللي المفروض أنها تكون عكس ارتفاع الدولار. لكن الحقيقة حاجة غريبة بتحصل أن تقريبا اللي اتنين قيمتهم بترتفع. الدولار والدهب. تنصحي الناس اللي مش حبة أن هي تشيل مدخرتها على صورة أموال أو اللي بتقول عليه البنك نوت. يحولوا مدخرتهم لدهب. رغم الارتفاع اللي موجود في الوقت الحالي ولا يترى ياسو؟ لك أنا معروفة أنه أنا على التلفزيون ما بحياتي بعطي نصيحة استثمارية بمعنى أنه شو منشتري معادل أو شو منشتري عملية أو أنا بعطي أنه أنا بعطي الصورة الواضحة وبعطي الشرح وبحب أنه المشاهد يفهم من شرحي. بس ما بقول عميل أو متعمل. ما في شك أنه إن كانت الدولار واليان الياباني أو اليورو مع الزمن عطول العملة كما هي لو رحنا على أحسن عملة في العالم العملة كما هي الكوة الشرائية بدأت تنخفض هذا شيء أكيد. أي ده مهما كانت العملة نهيك لو كنت عم تكارني بين عملة أجنبية والعملة دولة عربية مثل لبنان أو مصر. يعني أكيد دايما الدولار واليورو واليان دايما أحسن من العملة الوطنية. أما بالنسبة للذهب. الدهب هو له ثلاث تفسيرات بس أنا رح أحكي تفسيرين. التالت شوي عن المنطق المركزي مش رح يفتح هذا الموضوع. هلأ إذا كان الدهب هو كتريدينج على طريقة البورصة اليومية بدأ نعرف أنه الدهب أساسا دايما أخذ اتجاه الصعودي. ولكن هو عم يطلع فيه أيام ضيوطة. لأنه الدهب دايما هو بيعاكس توقعات اقتصاد أمريكا. بيمشوا عكس بعضهم. أنت متوقع أنه أمريكا بأزمة دولاري بيطلع. أمريكا بتكون عم تعمل النمو اقتصادي رائع رائع حيوطة شوية الدهب ولكن بدي يرجع يطلع الدهب يعني لوطة شوي. إذا كنت عم يضارب بالبورصة يوميا فهل فترة الزمنية اللي بدي يوطة الدهب ممكن تخسري فيهم وبترجع بعدين بتعوضيهم. أما يلي بدي يتدخر بالبيت بالمنزل أو أنه مش عم يضارب بالبورصة بس يخبي فلوسه أكيد الدهب مع الوقت عبطول بدي يرتفع. لو غرق بفترة انخفض مثلا نتيجة انه تحسين بالاقتصاد الأمريكي لو انخفض شوي بدرجع يحسن بدروح للصعود هذا الشيء أكيد. دكتورة ليال منصور المتخصصة بالاقتصاد النقدي والدولرة أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على مدخلتك معنا وسعدها بنصائح حضرتك والتوضيحات اللي قدمتها لنا تحياتي لك شكرا لك دكتورة ليال